موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد على تفعيل مؤسسة الدولة وتحزين الخدمات موسيقى تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بحم الضنك في تعز وثلاثة عشر حالة وفاة موسيقى تفاصيل الأنباء استهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم على أهمية تضافر وتعبئة كافة الإمكانات لتحسين استجابة مؤسسة الدولة للتطورات المتسارعة ودعم الجهود الرامية لتحسين الخدمات والإيرادات العامة وتوظيفها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جاء ذلك خلال ترأسه يوم أمس اجتماعا حكوميا مصغرا ضم وزيري الاتصالات الدكتور نجيب العوج والنقل والدكتور عبد السلام حميد ورؤساء الهيئات والمؤسسات الخدمية والاقتصادية ذات الصلاة واستعرض الاجتماع تقارير بشأن الإصلاحات الحكومية في قطاعي الاتصالات والنقل والشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية المطلوبة لتحسين هذه الخدمات وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات والاحتياجات المجتمعية المتزايدة واتخذ الاجتماع مجموعة من القرارات لتنفيذ برامج مزمنة تحقق الأهداف العامة لإعادة بناء المؤسسات وتطوير منظومة الاتصالات والكابلات البحرية ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية أعربت الحكومة الفرنسية عن إدانتها الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثية الإرهابية على ناقلة نفطية في ميناء الضبة النفطية في حضر موت محملة ميليشيا الحوثية مسؤولية التصعيد وعرقلة جهود تمديد الهدنة في اليمن وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها بأن الهجوم الحوثية قدم تهديدا غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة وانتهاكا خطيرا وصارخا لقانون البحار يحرم السكان اليمنيين من الحصول على الضرورية الأساسية وحملت الخارجية الفرنسية ميليشيا الحوثية مسؤولية التصعيد وإعاقة إبرام هدنة جديدة في اليمن في سياق متصل عربت الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء الهجوم المسير الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة النفطية في اليمن وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينس كوميتات بأن برده تشارك المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قلقه إزاء الغارة الجوية والهجوم الحوثي على ميناء الضبط النفطي وأكد في تغريدة على حسابه بتويتر بأن الهجوم والغارة الجوية يمثلان تصعيدا مقلقا للوضع في اليمن ودعا المتحدث باسم الخارجية الألمانية إلى أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي موضحا أن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا أهدافا مشروعة أبدا قد يرسم قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية تحولا نوعيا في طبيعة الموقف الدولي من الحوثيين نتابع خطوة يمنية متأخرة لكنها قد تقطع مسافة ألف ميل على طريق التصنيف الدولي لميليشيات الحوثي منظمة إرهابية في اللائحة السوداء العالمية التصنيف اليمني لميليشيات الحوثي منظمة إرهابية وفق قانون الجرائم والعقوبات واتفاقات مكافحة الإرهاب الدولية هو الخطوة الأولى التي لا بد منها لتدشين مرحلة مختلفة من التعاطي الدولي مع الحوثيين وكذلك مع الشرعية التي تضررت كثيرا من حنينها الجاد إلى سلام ممكن في اليمن لو لا تعنت الحوثي ورفضها فكرة السلام من أساسها وطالما ساق الموقف الدولي وراء هذه النقطة المتمثلة في منح الحكومة اليمنية الحوثيين فرصة للإنخراط الصادق في السلام إثر أخرى ولكن التجارب أثبتت على مدى سنوات خطأ ظن الشرعية في أن تجنح الميليشيات يوما ما للسلامة وجاء قرار التصنيف اليمني للحوثيين منظمة إرهابية في ظل أرضية دولية شبه جاخزة وممهدة لتحريك القرار المحلي إلى موقف دولي محتشد في صف الشرعية وقرار التصنيف فقد جارت تصنيفات على المستوى الوطني والدولي لميليشيات الحوثي في لوائح الإرهاب وقوائم العقوبات كما تشكل قرارات وتقارير الأمم المتحدة مدى ميكا أساسية في بناء موقف دولي نهائي من الحوثيين كمنظمة إرهاب عالمي بالإجماع العام قالت رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري بأن التشكيلات المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن تعيق العمل القضائي والقرارات الصادرة من أجهزة إنفاذ القانون وسلطات القضائية وتضعف القضاء وهيبة الدولة وأكدت المحامية الصراري بأن تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاقية الرياض مهم جدا لإنهاء هذا العبث وتساءلت عن مصير اللجنة التي تم تشكيلها لأجل سرعة إدماج هذه التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدفاع والداخلية إلى ذلك تداول ناشطون على تويتر مذكرة من وكيل نيابة البريقة تؤكد امتناع قيادة ألوية الدعم والإسناد عن الإفراج عن مواطن بناء على قرار المحكمة ودرت المذكرة تصرف الجهات الأمنية المخالفة للقانون وقرارات القضاء والتي تشكل جرائما يعاقب عليها القانون وطالبت قيادة الدولة باتخاذ لجراءات القانونية تجاه الممتنعين أكدت منظمة سام للحقوق والحريات على ضرورة التحقيق في حادثة وفاة الأسير ياسر السفياني في سجون جماعة الحوثي والوقوف على ظروف حدوثها والأسباب التي أدت إلى وفاته وقالت سام في بيان لها بأنها تلقت إفادات من أقارب الأسير ياسر السفياني حول تلقيهم خبرا عن وفاة قريبهم في أحد سجون الحوثي وأوضحت منظمة سام بأن تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى مقلق وخطير خاصة الانتهاكات بحق أسرى ما يسمى بمعركة آل جبارة والذين تحولوا إلى قضية مهملة ومنسية منذ العام 2018 مخلفة وراءها آلام وأوجاع لدى الأهالي الأسرى والذين يسألون عن مصير ذويهم وأشددت سام على ضرورة تسليم جماعة الحوثي لجثمان الأسير ياسر السفياني لذويه والعمل على فتح تحقيق حيادي في ملابسات حادثة وفاته داخل السجن مشيرة إلى احتمالية وفاته بسبب ما يتعرض له الأسرى في سجون الحوثي من انتهاكات وممارسات خطيرة قالت مصادر تربوية بأن ميليشيا إيران الحوثية عاودت يوم أمس اقتحام مجمع السعيد التربوي بمحافظة إب على خلفية الفعالية الاحتفائية التي أقامها المجمع بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر قبل أيام اعتبرتها ميليشيا الانقلاب الحوثية استهدافا لمشروعها الإمامي الكهنوتي وأوضحت المصادر أن محمد درهم الغزالي المعين من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب قد عملية اقتحام المجمع برفقة مجاميع مسلحة وأشرت المصادر إلى أن الغزالي خاطب معلمات وطالبات المجمع بأسلوب عنجهي وطلب من الطالبات والمعلمات عدم تنظيم أي فعالية احتفائية بالثورات اليمنية المجيدة وأفادت المصادر أن مديرة المجمع التربوي فائز البعداني غادرت المدرسة بعد اقتحام المجمع بعجرفة مجنزرة صهيونية تمضي ميليشيا الحوثية في نهب ممتلكات أبناء صرف واقتحام منازلهم وفرض إتاوات تعجزية على كل شيء جعلت حتى الموالين للحركات الحوثية يرفعون أصواتهم بالاستنكار والمطالبة بإيقاف مسلسل الإجرام في حق الأهالي نتابع صرف اليوم عجر أيام والحمل فوقهم حتى قد أحرارهم دخلت بيوتهم قتلتهم نهبت ما معاهم وكأنهم إسرائيل في الوسط اليمن وكأنهم إسرائيل بهكذا صرخة كاشفة يكشف موالون للميليشيا إجرامها بحق أهل صرف وكأنما أدرك البعض مؤخرا ما حذر منه كثيرون من أن صرخة الموت لإسرائيل المستهدف الوحيد بالموت فيها اليمنيون وأن النهب هو ما يتقنه الحوثيون نهب أراضيهم كائن في كل مكان بآلاف اللبان عجرات آلاف اللبان وهم بيحتقوا أعراضهم لليوم ولأن النهب السلالي نهب ممنهج مقصود به إذرال الشعب بالقدر ذاته الذي يقصد منه إثراء المجرمين فإن الناهبين لا يتركون شيئا في حياة اليمنيين دون أن يفرضوا عليه جبايات وإثاوات باهظة ومذلة كل شيء إذن يجب أن يدفع اليمنيون مقابله للسلاليين وبلسان من أيدوهم وقدموا معهم الآباء والأبناء فإنهم سيطلبون مقابل الماء والهواء والسبب بيضوح أن هناك من صدق أكاذبهم ولم ينهض من ركوعه أمامهم حتى اللحظة رغم أن الأحرار من أول يوم أكدوا أن الميليشيا ستستهدف الكل وتنهب الجميع تحت مبررات كاذبة إحدى صورها الخمس أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة التعز يوم أمس تسجيل أكثر من 2700 حالة إصابة بوباء حم الضنك في المحافظة خلال أكتوبر الجاري وقال مركز التثقيف والإعلام الصحي في بيان له بأن حالات الإصابة بوباء حم الضنك ارتفعت إلى 10 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري وأكد مكتب الصحة وفات 13 حالة بالوباء منذ مطلع العام بينهم ثمان حالات خلال الشهر الجاري يأتي هذا فيما تشهد مختلف مديريات محافظة التعز انتشاراً واسعاً للحميات جراء انهيار المنظومة الصحية والسمرار للحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثية الإرهابية على المدينة منذ ثمان سنوات أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من 42 ألف مهاجر أفريقياً إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري وقالت المنظمة في بيان لها بأن 92% من المهاجرين الواصلين إلى اليمن هم من الأثيوبيين فيما البقية من الصومال وفادت منظمة الهجرة بأن الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن لا يزال محفوفاً بالمخاطر مع السمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين يشار إلى أن اليمن تعد وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي لسيما أثيوبيا والصومال ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج خصوصاً السعودية أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة اختفاء برج الاتصالات الواقع على تبة الإرسال جنوب العاصمة عتق بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين وقال مصدر في اتصالات المحافظة بأن هذا الأمر بادرة خطيرة ولأول مرة تحدث أن يختفي برج اتصالات من الحديد طوله أكثر من 60 متراً في ظروف غامضة دون قيام الجهات المعنية بإجراء أي تحقيق وأوضح المصدر بأن البرج يقع في قمة الجبل المعروفة بتبة الإرسال منذ الثمانينات ومرت أحداث على المحافظة ولم يتم التعرض له أو لغيره من المصالح بهذه الطريقة التي تعتبر دخيلة على المحافظة وقال مواطنون إن بلاطج قاموا بسرقة البرج وتحميله من موقعه أمام الجهات الأمنية والنقاط المنتشرة في محيط المدينة ومداخلها النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد على تفعيل مؤسسة الدولة وتحزين الخدمات تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بحم الظنك في تعز و13 حالة وفاة في ختام النشرة لكم مني أطيب المناتة قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة